بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصاحب الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم زدنا علما وفهما وفقا وانحقنا بالصالحين اللهم إن لنا إخوة في غزة يعانون الجوع والعطش ويحيط بهم الموت من كل مكان فيارب أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أوي كل مشرد وأطعم كل جائع واكسو كل عاري وأمن كل خائف وأغنو كل محتاج اللهم ودفع الأذى عن كل من جاءه الأذى وعليك بالصهاينة فإنهم لا يعجزونك اقتلهم بدداء وأحصيم عدداء ولا تغادر منهم أحدا وأرنا فيهم يوما أسودك يوم فرعون وقارون وهامان وما ذلك عليك بعزيز اشفي صدورنا بهلاكهم يا جبار يا منتقم يا الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور أسأل الله تعالى أن يتقبل من نومكم صالح الأعمال كعادتنا نستقبل أسئلتكم الطيبة الكريمة على أرقام الهواتف التي ترونها أسفل الشاشة كذلك من خلال تعليقاتكم على صفحة قناة الفلوجة الفضائية في موقع الفيسبوك لنجيب على قدر موفقنا الله تعالى عليه ونستمد المدد ممن له المدد سبحانه وتعالى نبدأ على بركة الله اتصال الأخ علي من صلاح الدين تفضل السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله فضل عيني السؤال الأول ما حكم دوريات كرة القدم أنه كل فريق يجمع فلوس والفائز من هذا الفرق يأخذ جواز بهذا الفلوس يعني بالنسبة لدوري كرة القدم تقصد الحكومي أم تجمعات يعملها الشباب فيما بينهم محلي محلي طيب طيب والسؤال الثاني صديق اللي اشترى منزمة دراسية واستنسختها من عنده وجدت أنه دار الطبع كانت قير مبلز ذنبه ليستنسخت ما حكم هذا طيب والسؤال الثالي حكم لعبة الورث زين عندك سؤال آخر أخي سؤال آخر أهمين هل النقاب صرب كيف النقاب النقاب صرب طيب حياك الله عيني الأختم عالي من بغداد تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله كيف حالكم شيخنا الحمد لله بخير الله يحفظكم بارك فيكم تفضلي اختي شيخنا زوجي عند خلال أخويا أخويا طيب حلق علي بالي بالثلاثة ما تتصلون بي شنو كان لفظة بالضبط بالثلاثة قلي بس بس قلتش بالثلاثة ما قال بطلقة ولا طالق يقول بس قلتش بالثلاثة متروحين لا بس قلي بالثلاثة بس هل كلمة طيب شنو شككم شيخنا الله يباركي أهلا وسهلا طيب لدي سؤال آخر أختي الله يباركي أهلا وسهلا أم سرمد من بغداد تفضلي السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا abanس سؤال على مدد شوال قيام شوال فضلي أنا يعني الحمد لله من فضل الله كل ثنيان وخميس اصوم طيب دائماALLY شوال وغير شوال شوال وغير شوال شوال وغير شوال شوال وغير شوال الحمد لله تمام يعني لا تنحسب من شوال لا لازم أنه غير نياح مدد صيام شوال تختلف طيب وانتي لما تصومين 2 و 5 بشوال محسب احساب على انه ذن هم 2 و 5 انت تصومهم بالعادة وهمي شوال يعني صح لا يعني ضال يعني بين مدى أعرف يعني كنت قبل لا اصوم واحد مع الشوال واثوم 2 و 5 قصد لما اصومينا 2 و 5 بشوال يخطر ببالك اني بشوال وهذا نهم حسوبات مع الشوال وهم حسوبات مع 3 و 5 تنحسب طبعا نعم طبعا تنحسب. محسوبات. السنة اللي مضت صمت يعني واحد ما شوال واحد الثنين والخميس. يعني ما متأكدة من الموضوع. يجوز أن تجمع شوال مع الثنين والخميس. ما كوا مشكلة. ها ما كم. حساب من نية أن خيام شوال. محسوبات طبعا. لأن ما يشترط بالشوال التتابع. ما يشترط بالشوال التتابع أنه لازم ستة نسوية. تقدري صومين متفرقات. فانتدأ صومين متفرقات بالثنين والخميس. ما كم مشكلة. ما كم مشكلة إن شاء الله. أهلا وسهلا. يا مرحبا. بالنسبة لي. طيب. عندنا تصال حتى لا يبقى معلقا. تصال اخذ زهور من بغداد. تفضلي. أختي الآن البرنامج بالفيسبوك طالع بث مباشر. خلي سؤالك الآن بالتعليقات. يوم الثنين بإذن الله. ثنين قادم أولي بعدها. لأن أحيانا تتراكم الأسئلة فنقسمها إلى عدة أقسام. إلى عدة أسابيع يعني. فضعي السؤال وسنجيبك عليه. هذا الثنين أو الثنين البعدة بالأكثر إن شاء الله. يعني احتوال مها الثنين. كده الوراها؟ نعم. لأن عندنا أحيانا تتراكم أسئلة. لأن الآن راحت ناس تخلي أسئلة. وبحلقة الثنين القادم هم ناس تخلي أسئلة. صح؟ فيكون عندنا تراكم. وربما القدر ما يكفي. إذا عندي سؤال تفضلي. إذا عندي سؤال تفضلي. إذا أسمعيتك الآن بث مباشر؟ عندي الشيخ هو أسئلة. يعني هو مو أحسن. يعني هذي كلفني بالرصيد. طيب أخي المخرجين خليها تغلق الآن وتتصلون أنتم بها؟ دقيقة. خلي شوية ثواني. خلي بس يأخذوا الرغمك وهم يخبروك. زيان؟ وحتى ما تصرفي الرصيد. خلي شويانا لا تغلقين. زيان؟ خلي أخذونا الرقم الشباب. لأن هذا الجهاز أخذتوا الرقم؟ طيب. الآن إن شاء الله الشباب يتصلون بيتش أختي حتى تخذيه. إخواني الكرام الذي يعني صعب على الاتصال وربما يأخذ من رصيده. وعلى فكرة بالنسبة للاتصال ببرنامجنا ليس فيه قطع رصيد خاص. مو مثل البرامج الأخرى. اللي لما تتصل بها يكون الرصيد بها كثير. يعني يقطع رصيد أكثر من المعتاد. لا لا. بالنسبة للبرنامجنا رصيد عادي. مثل ما تتصل على صاحبك. فإذا كان أحدكم حالة المادية تختلف من إنسان لآخر. فذوي الدخل محدود. مني خابر على الشباب. يقول يا شباب رصيد يكلفني. هم إن شاء الله يأخذون الرقم مباشرة. لأن الجهاز معنا ما يأخذ لنا الرقم. مهاتف. يعني جهاز خاص مع القانوات. فبس يكتبون الرقم. هم يتصلون بالمقابل. حتى ما يكلفاء الاتصال. خاصة إذا كان لدي أسئلة كثيرة مثل الأخت. عموما أختي أنت بإمكانك أن تضع الأسئلة. وإن كانت كثيرة. ضعيها الآن في التعليقات. وبرنامجنا الآن يبث بثا مباشرا في الفيسبوك. فضعي التعليقات. سنجيب عليها أما في حلقة الثانية القادم. أو الذي بعده إن شاء الله. زين. بالنسبة للأخ الذي يسأل عن حكم دوري كرة القدم. الذين يضعون دورية محلية تكون بفرق محلية. كل فريق يخلي مبلغ من المال. يجمعون المبالغ كلها. يشترون هدية للفريق الفائز الأول أو ربما الأول والثاني. ما الحكم؟ قمار. وشن القمار؟ تخلي فلوس لو تربحين لو تخسرهم. بدون عمل. فهذا مقامرة حرام لا يجوز. ألخ الذي ذكر بأنه اشترى ملزمة. أو استنسخ ملزمة صاحبه. ملزمة دراسية. وكتب عليها أنه غير بريء الذمة من يستنسخ هذه الملزمة. إنما يجب أن يشتريها شراءا. لا يحق لك أن تستنسخها ولا يحق لك أن تتابع فيها. إنما يجب أن تشتريها شراءا. لماذا؟ لأن هذا يعد حقا ماليا. كثير من الكتب يكتب فيها في نهايتها حقوق الطبع محفوظة. ليذكرون جهة إما للمؤلف أو لعائلة المؤلف أو ربما للمطبعة. فهذه يحرم استنساخها. يحرم استنساخها. هذه مثلها. فلا يحق لك أن تنتفع من الملزمة التي استنسختها. لأنها حق مالي لصاحبه. سأل الأخ عن حكم لعبة الورق. طيب. بالنسبة للعبة الورق يا أخي. تعد من ضمن ألعاب اللهوي. هناك الألعاب محرمة مطلقا دون أي قيد أو شرط. مثل الألعاب النرد. النرد يعني الزار المكعبة الذي له ستة وجوه. كل وجه يحمل رقم من واحد إلى ستة. هذا حرام. زين شيئا حرام. لا يجوز. طيب حرام. بدون شرط حرام. لا تقول لي ليهني ما يلهني عن ذكر الله. لا تقول لي ليه فلوس. خلص حرام. الزار حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول. من لعب بالنرد فكأن ما صبغ يده بلحم الخنزير ودمه. أما بالنسبة لألعاب اللهو الأخرى التي ليست نرد. هناك ألعاب تعتمد على الحظ مطلقا. هذه تقاس على النرد. النرد ما بمهارة. الزار ما بمهارة. حظ واحد يعني يرمي هذا المكعب وهو حظه. هذا لا يجوز. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما التي تعتمد على المهارة. مثل الورق أو الدومنة. تعتمد على المهارة. والمهارة قد تكون ذهنية وقد تكون بدنية. البدنية بلآكسة النبي صلى الله عليه وسلم. حثنا على الرماية والسباحة وركوب الخيل. وقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. والمهارة قد تكون بدنية ذهنية. وقد تكون بدنية جسمانية. فأنا ما أعرف ولا لعب الورق ولا الدونة ولا غيرها فإذا كانت تعتمد على حظ صرف هذه حرام وإذا كانت تعتمد على قوة ذهنية مثل ذاكرة أو شيء آخر فتجوز بشروطها أولا اللاتولي عن الصلاة لازم جميع الأطراف اللي تلعب تكون مصالية الوقت اللي هم بيه مثلا نحن في وقت العصر هذا الوقت لازم جميع الأطراف مصالين العصر أو بالليل كل الأطراف مصالين العشاء إذا واحد ما مصلي كلهم آثمين لماذا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا آثم منتدى تعاونة لا تلعبوا إذا ما تلعبوا إياه وإياه من يلعب تمام فأن يكون جميع مصالين ألا تسبب البغضاء والشحنة والشتيمة من سببتها صارت حرام صارت حرام وطبعا ألا تكون مقابل مال ما يصير الفائز يدفع بعض الناس يساون يقول لك إحنا مدافعين فلوس بس الخسران يجيب يوزع مشربات غازية أو أكل ما سويني شيء حرام لا يجوز أن ينتفع الفائز على حساب الخاسر لا يجوز ذلك وأن لا تأخذ من الإنسان يوقات طويلة تشغله عن المكان وعن الطاعات الأخرى يعني مقاضيها ليل نهار تأخذ وقتا ضيقا للترويح عن النفس بهذه الشروط لا يكون حراما إن شاء الله تمام طيب الأخسال هل النقاب فرض والنقاب هو تغطية المرأة لوجهها هذا يتبع الحكم هل وجه المرأة عورة أو ليس بعورة فالإمام الشافع الإمام محمد بن حنبل قاله عورة ويجب تغطيته والإمام أبو حنيف والإمام مالك قال ليس بعورة لا تجب تغطيته وهذا إذا لم تكن المرأة فاتنة أو لم يكن الوقت وقت فتنة فإذا عاشت المرأة في مجتمع في فتنة والشباب يتصيدون بأعين كأعين الذئاب بل كأعين الكلاب تتصيد الفرائس فعليها أن تغطي وجهها هذا لأنها إذا جذبت أنظار الشباب أثمهم وأثمت هي لكن ليس لأنه عورة أو لكونه واجبا أما على رأي الشافع وإحمد بن حنبل فيجب تغطيته قولا واحدا اللغة التي سألت بأنها على خلاف مع زوجها كان بينه وبين خلاف عفوا خلاف بين زوجها وأخيها وقال لها بالثلاث لا تذهبين إلى أخيكي أو لا تتكلمين معه فقط قال بالثلاث ما ذكر الطلاق ما الحكم أولا قبل أن أذكر الحكم أريد أن أوجه نصيحة لهذا الزوج وليأمثاله لا تصدروا مشاكلكم عليكم أن تحصروا المشاكل في مواضعها عندك مشكلة ويأخو زوجتك زوجتك ياهو ماتك ياهو مالتها بالموضوع زوجتك شنو دخلها بمشكلتك ويأخوها طيب هل زوجتك عبدة مملوكة عندك حتى تجعلها توافق هواك في كل شيء حتى بقطيعة أهلها رجل استشكل ويأبو زوجتك ويأخو زوجتك ويأخو زوجتك على شون جاي تقولها لا تحكيوني أهلك تأمره أن تقطع أرحمها لأجل أن ترضيك تقول أنت السيدة المالك وهي عبدة مملوكة عندك أم هي مرأة حرة لها أهلها ولها كرامتها ولها اختيارها لحياتها نعم ما لحق ما لحق تسي إليك ما لحق تخالفك لا تتكلم مع غريب بدون أمرك لا تدخل بيتك أحدا لا ترتضيه نعم لكن تمنعها من أرحمها ليش أنت ممالك أنت زوج لك عليها حقوق ولها عليك حقوق لك عليها واجبات ولها عليك واجبات زيان فلا تصدروا مشاكلكم إلى نسائكم اتقوا الله ربكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بأمانة الله يعني هي أمانة عندك معبدة معبدة أمانة أنت مؤتمن عليها أن لا تمنعها حقا وأن لا لا تمنع حقا وكذلك من حقك عليها أن تؤدي لك واجباتها فلا تصدروا مشاكلكم إلى نسائكم اتقوا الله ربكم عندك مشكلة صير مشاكل بين البشر عندك مشكلة ويا أبوها ويا أخوها حلوها بناتكم لا تروح عليها ممنوع تحجين وياه ممنوع تروحين وكما لا تحلف بالطلاق يا ظالم هذه من الجرائم الأخلاقية من الجرائم الأخلاقية إضافة إلى أهلأ من المعاصي الدينية ونسو الله تعالى العافية نجأ الحكم لما قال بالثلاث وما قال بالطلاق هذا يعد من ألفاظ الكناية فيتعلق الأمر بنيته شنونيت لما قال بالثلاث إذا قصد الطلاق يقع طلاقا فاحذري وإذا قصد التهديد والتخويف أو ربما استفراغ الغضب ما يقع طلاق لا طلاق ولا يمين ولا كل شيء علي روحي ولا علي كفارة ولا علي كل شيء فهنا أسألي عن نيته بس لحظة قبل ما تسألي استغلي وقت يكون شوية دماغة رايق جميلة عصير مع المرتقال خلي قدامه وتكلمه بكلمة ودية جميلة خلي شوية استجلبي عاطفته واسألي شون كان قصدك تهددني تخوفني كذا أو قصدك تعني ما تقول الطلاق لا حيقولش لا والله والله ضائج مغثوث وقرتها ما علي شيء روح البيت أخوتي وخابري أخوتي بلاي ما يدري قصد خابري بلاي ما يدري متروحين عليها الخرج من البيت واشترط له إذنه الزوج لكن لا تقاطعي زيان وإذا قال قصدت الطلاق هنا مشكلة هنا مشكلة إذا ذهبت يتنفذ الكلام نقطة التي سألت وأجبناها افتح باب الاتصالات أخ المخرج هذا آخر سؤال سألت عن صيام الاثنين والخميس هي بالعادة تصوم الاثنين والخميس في شوال وفي غيره وربما إنسان يصوم الأيام البيض في شوال وفي غيره الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر جاء شوال هو بالأصل يصومها فيه وفي غيره هل ينوي عليها ستة من شوال نعم لا مشكلة في ذلك لا مشكلة في ذلك الذي لا يجوز هو أن تجمع القضاء مع شوال صم ستة يام شوال إنت عندك قضاء برمضان ست سبع تيام تقول هذا لي هم قضاء وهم شوال لا لا يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتباعه ستة من شوال أتباعه إذن هو هناك مغايرة فمن صام رمضان وقضى رمضان في شوال لا نقول أتباعه ستة من شوال هو لم يتبع رمضان بقي رمضان فقط هذا القضاء محسوب من رمضان فهنا هو لم يتبعه لكن هذه الأيام الأخرى 2.5 على أيام البيض لا مشكلة في ذلك نعم يحسب له من شوال يحسب له من شوال إن شاء الله نعود إلى ما وردنا من أسئلة عندنا اتصال طيب عندنا اتصال الأخت أم وليد من بغداد تفضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أختي شيخ آني بس أريد يعني أعفض رقمك يعني أكون عندي شغلة خاصة ما ردي يعني أحكيها على الهوى والناس تسمعها شوفي أختي أنا إذا قلت لك ما يخالفه وعطيت لك رقمي كل الدينة رح تطلب الرقم وحقيقة هذا الأمر فيه حرج شديد كما تعرفين فأكتبي سؤالك بس انطين مجال خلينا كمل خلينا كمل يا أختي خلينا كمل الله يحفظيك خلي سؤالك برسالة الآن بالفيسبوك موجود برنامجنا طالع خليه برسالة وأنا جاوش إذا كنت حرج عليك تقولي طيب أنا بس أستثر منك عن بعض الأمور وعندي شغلة خاصة تحتي هوية يعني صارت أدي حالة وفاة إنه ابني ابني هذا توفى وأنت أستثر عن بعض الأمور عنه أريد شغلة خاصة خذوا رقمها يا شباب هذه امرأة ثكلة رحم الله وانديك شيخ ألا نختي طيب الأخ وليد من صلاح الدين أنا سأتصل بها لكن برقم البرنامج ليس برقمي الخاص يعني برقم البرنامج بعد البرنامج طيب الأخ وليد من صلاح الدين تفضل أخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تهياتنا لك شيخ الله محييك يا طيب أهلا وسهلا الله خذيك أندي سؤال يا نظام وزحمة تفضل عيني رحمة إن شاء الله الله خذيك شيخ عندنا أرض زراعية مع الوالد طيب نحن أثلاث أخوان والوالد الوالد قلنا له ننطيك منعدها ربع ونحن ثلاثة يتقسم علينا الوالد هي الأرض لمن؟ الأرض لمن؟ للوالد للوالد بس أجرناها بإعتبار تعجير من عنده أنت الأولاد أجرتوها من الوالد طيب ننطي يعني ربع منعدها طيب وزرعناها ديم يعني بس الديم ما نجح يعني مو هذه السنة مو ناجح زيان احنا ثلاثة أخوان يعني السؤالي هو يعني إذا حصدنا أو طلع يعني نزكي منعدها بدون ما نقول يعني آني المسؤول يعني نزكي منعدها بدون ما ظلنا الباطين لأنا أقولهم يراقوني الله زيان ردي أسألك سؤال أنتوا بالبيت بالبيت كلكم هذا السؤال خارج الجواب أنا رح أجوبك لكن هذا سؤال خارج الجواب أنتوا بالبيت تأكلون من نفقة أبوكم ولا عندكم نفقات مستقلة لا نحن عازلين كل من بيتة بحدي ها عازلين كل من بيتة بحدي هو هذا اللي يريده طيب أجوبك على سؤالك كل واحد نحن بيتة بحدي تمام سؤالك واضح سؤالك واضح هذا سؤالي في معزل لأن لو قيل اللي كنا ببيت الوالد ناكمل الوالد كان قلت لكم ليش تأجروها اشتغلوا للوالد اشتغلوا للبيت لكن إذا كنتم بيوتا مستقلة نعم يحقوا لكم أن تستأجروا أرضى بيكم زين أجوبك على سؤالك بس عندك سؤال أخر لأن أنتصال معلق نعم شيخ عندي أخوة أتوفى استشهد بل ألتين وسبعة الله يرحمه الله يتقبل إن شاء الله في الشهداء أمين أمين إن شاء الله فشيخ أكثر من مرة يعني يعني يجيني برأي مو حلم أبد مو حلم يجيني برأي وإحكوه وأقول لها أنت بل حلم بل علم وأتأكد منه أكثر من مرة ولح علي يعني بس سؤال أقول لها أنت موتوفيت مو مستشهد ويجيني أكثر من مرة برأي وآخر شيء اليوم بها الليل فاتت وكان أبوي بل موجود برأي وأمي فهو وقف بالنص بس أنا أعتذر عن تفسير الإحلام أخي العزيز في البرنامج شيخ بدون زحمه مو حلم هو رؤية دا حتى له رؤية هو أن أقصد أقصد أعتذر عن تفسير الرؤى يعني برنامج الفتاوى واضح لكن هذا إن شاء الله عسى أن تكون مبشرة بقولي تعالى ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيلها موات بل أحياء ولكن لا تشعرون عسى الله سبحانه وتعالى أن تكون مبشرة بهذا إن شاء الله تكون مبشرة بهذا بس هذه الآية رددتها يعني رددتها علي أكثر من مرة هذه الآية الحمد لله هذا أصدق تفاسير الرؤى ما فسرت أثناء الرؤى أصدق تفاسير الرؤى ما فسرت أثناء الرؤى فبما نقلت بالآية هذا هو تفسيرها إن شاء الله مبشرة مبشرة إن شاء الله الرؤى طيبة وبركة وإن شاء الله حي عند الله أعتذر منك لأن والله قدرت تصال معلق وهذا كله محسوب من رصيد الأخ عندك سؤال آخر أخي حياك الله عيني أبو يوسف من الفلوجة اعذرنا وتفضل السلام عليكم شيخ ما معذور إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل أبيك والله شيخ أنا ما عندي أي سؤال أتحبيت أتلم عليك ووليدك تدعينا بالخير والإصلاح هذا من أصلك الطيب يا طيب على رأسي ونسأل الله أنا أحبك في الله والله أحبك الله وحفظك ونحبك محبة في الله أحبكم الله وحفظك ينجيك الله بالخير على هذا البرنامج والفتاة والأحاديث الرائع وجزاك الله خير وإن شاء الله في مجال حسناتك وإلى الله يحشرنا إن شاء الله جميعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الله مصالح على سيدنا المحمد يا رب يا رب إن شاء الله إخوانا على سرور المتقابلين بارك الله فيك أطلب منك بس الدعاء والأصلاح تدعينا بالأصلاح يدعو بعضنا لبعض إن شاء الله أدعو لك وأطلب منك الدعاء أيضا جزاك الله بل بخير حياك الله شكرا لك يا خازي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو تبارك من السليمانية تفضل قالوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله الحمد لله يحفظكم عيني تفضل الله يحفظكم بكتورنا جدي الله يحفظكم عندي سؤال إذا أمكن الله يخليه نعم تفضل السؤال الأول في أحد الأيام يعني من كنت أعذب عندي ولد صديق خيل عزيز سافر فدامي بشي يعني اللي راح تنسوني معرفة في يوم الأيام بالرسالة ذكرني فقيت لا ندر عليه إذا طار عندي ولد أسميه على اسمك طيب فما عرف هذا النذر يعني واطي يعني لازم أسمي نفس العثم أو اختلاف عندك سؤال آخر بالنسبة للعقيقة ثاني سؤال إيه دكتور الله يخليك نعم ثاني سؤال بالنسبة للعقيقة نعم كان شوي ما تساعد نعم فراعي أحكي لك والناس يجبون لازم يسوي عقيقة من هذا السؤال فما عرف يعني هل واجبة هي أم يعني سنة تمام راح نطيك جوابين سريعات وبعدين أفصل لك أولا تمام ملزم نفس الاسم هذا النذر مواجب ثاني شيء العقيقة مواجبة تريد سويها تؤجر ما تسويها ما تعثم التفاصيل عندما يصل لك السراء لكن عندنا اتصال معلق عندك سؤال آخر الله يسلمك يا طيب أبو جمال من أربيل تفضل أبو جمال انقطع الاتصال مع أبو جمال الأسف حاول تتصل مرة أخرى الآخر الذي ذكر بينه هو وإخوته يعني عازلون في السكن عن أبيهم توجد أرض زراعية لأبيهم استأجروها ولأبيهم ربع الوارد يجوز ذلك يجوز نعم يجوز الإيجارة على النسب عند الإمام أحمد وبيه نفتي فيجوز أن تستأجروا أرضا مقابل نسبة من ريعها مقابل نسبة من أرباحها يسأل يقول هل أزكي دون إذنهم نعم نعم لأن الخلطاء يزكون زكاة الواحد يعني أنتم أجرين كل من وصلنا للقاع هذا لك الجهة الإمنة والأمامية فالخلطاء يزكون زكاة الواحد نعم أخرج الزكاة دون إذنهم هي جد الزكاة إذا كانت ديم عشر بالمية إذا كانت ديم عشر بالمية وإذا كانت بالواسطة يعني تنفقون أموالا على سقيها فهي نصف العشر يعني خمسة بالمية نعم أخرج الزكاة ثم بعد ذلك قسموا الباقي فيما بينكم ربع الوالد والثلاثة أرباع بحسب أسهمكم منها الأخ الذي يسأل بأن صديقه مسافر وذات مرة أرسل له رسالة تذكره فهنا الأخ السائل ثمن له وفاءه ثمن له وفاءه إنه ذكرتني ودزيت لرسالة فقال نذر علي إذا يجين ولد أسمي على اسمك هل هو واجب لا ليس واجبا النذر يا إخوة من نذر على طاعة فهي واجبة مثل قال نذر أصلي نذر أصوم نذر أتصدق نذر أذبح خروف ووزع للفقرة هذا واجب يجب أن يؤديه إذا تحقق الشيء الذي نذر له أي أولا ثانيا النذر الحرام إنسان نذر على معصية قال نذر أصوي حفلة نذر أطلع أمصال بالشارع مثل قبل مدة واحد سنة سؤال هذه معاصي هذا لا ينعقد باطل حرام يفعله ومن هم من نذر على مباح شيء لا حرام ولا حلال نذر أكل الأكلة الفلانية أو نذر أروح ماشي من هذا المكان إلى هذا المكان أو نذر أسمي ابني على اسم فلان هذه مباحات لا هي حرام ولا هي طاعة إن شئت أن تفعله وإن شئت أن لا تفعله لست آثما لست آثما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله نذرت أن أحج ماشية لاحظوا هنا النذر مركب من شغلتها أولا حج الحج طاعة ثاني شيء ماشي والماشي شنو مباح مو مفد طاعة الماشي فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها بأن الحج واجب بس المشي مواجب ماذا قال لها؟ قال إن الله غني عن إتعابك فحجي راكبة يعني الله مو بحالي تعبتك والله بحالة تعب ما لك تروحين ماشي حجي راكبة حجي راكبة طيب مثل ما إنسان نذر يذبح ذبيحة بفلان مكان اذبح ببيتك الذبيحة وجبة لأنه لحم راح ينتفعون من الفقراء فهي صدقة لكن ذاك المكان شنو فارقة عن مكانك فإذبح ببيتك ما حاجة تروح ذاك المكان فهنا بالنسبة لك لا يجب عليك أن تسمي على اسم صاحبك تريد سمي من باب الوفاء وكذا سمي لكن إذا ما سميت لا ما تعثم ذكر بأن حالته ضعيفة الأخ ف يعني قالوا له العقيقة واجبة لازم تسوي عقيقة لا أخي مواجبة العقيقة سنة وليست واجبة فإذا ذبحت فأنت مجور وإذا لم تذبح لا شيء عليك ويمكن أن تؤجلها فيما بعد إلى حين الميسرة هي من السنة تكون في اليوم السابع فإن لم يذبح ففي اليوم الرابع عشر ما في اليوم الحادي والعشرين لكن إذا لم تذبح يمكن أن تؤجلها فيما بعد يمكن وإذا أردت أن يعني إذا أردت أن لا تذبح تماما لا لا تأثم لا تأثم ليس عليك مشكلة إن شاء الله نعم طيب هنا أخ يسأل يقول أنا أعمل سائق في سيارة كبيرة وأحمل الحنطة من الفلاحين وأقف في الدور على السايلو وأخذ أجر من الفلاحين وأتفق معهم على أنني سأقف في الدور مدة معينة مقابل أجر كذا وإذا تأخر الدور فإني أضع زيادة على الأجر في كل يوم مقدارا معين من المال أقول له في كل يوم أضيف زيادة خمسين ألف دينار بسبب أني سأتعب وسأضع وقودا إضافيا للسيارة وسأنفق المال الكثير على وقوفي بسبب الوقود والطعام وما شمع ذلك هل يجوز ذلك طبعا وكتبها باللهجة العامية فأنا اضطررت أن أقرأها بالفصحة نعم يجوز ذلك ولا مشكلة إن شاء الله أنت حددت مدة أجرة معينة وأنت بعرفك الدور ما قد تلزم سراء ثلاثة يام صح تأخذ منها أجرة معينة بعدين تقول لك كل يوم ترى أخذ منك زيادة خمسين ألف ما لشاء خمسين ألف وقود لان السيارة تبقى مشتغلة وتصرف وقود وتأكل وتشرب وتعبان وتنام بالسراء خالي نقول هل تأخذ عليها أجر نعم تلك أجرة مستقلة أنت الأجرة تدري بيك ثلاثة يام خالي نقول النظام الأغلبي بعدين الباقي الأيام الأخرى تحتاج إلى أجرة المهم أن تعين أجرة أن تعين أجرة معينة يجوز ذلك ولا مشكلة إن شاء الله طيب نأخذ الآن فاصلا ثم نرجع إليكم بعد ذلك إن شاء الله نستغل الفاصل باستغفار وبذكر الله والله جليس من ذكره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوانا الكرام مرة أخرى ما زلنا وإياكم في برنامجنا نتلقى أسئلتكم على رقام الهواتف التي ترونها كذلك أسفل الشاشة ونبدأ على بركة الله نعود إلى ما وردنا من أسئلتكم إلى أن يأتينا اتصال هنا أخت تسأل تقول أم زوجي ذهبت لمكان وأتت معها أربع أساور لكل زوجات ولدها وأنا أعطتني اثنين فقط هي أيضا زوجة ولدها اثنين فقط وبعدها وعدت والدي أن تأتي لي بأساور مثل باقي النساء ابنها وأن تعدل بيننا والدي فيما بعد توفي رحمه الله وهي أم زوجي لم توفي بوعدها هل هذا حرام عليها يعني ليس حراما لأنها ليست ملزمة يا أختي أن تعطيكم أم يعني هي هذه هدية هي لم تعدل هذا ليس إرثا يعني هو مورث أنه حتى نقول توزع بالتساوي أو للذكر مثل هذا المثلين إنما هي هدايا طيب هل هي ملزمة أن تهدي للجميع نفس الشيء لا ليست ملزمة هل هي ملزمة بالعدالة هي لا أم ولا زوج ولا هي أم زوج إن أعطت فمن فضلها وإن لم تعطي فمن حقها فأعطت لي بعضهم أربعا بعضين اثنين لا ليست آثمة ليست آثمة نعم أم هاجر من الأنبار تفضلي أختي السلام عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤالي الأول أنا أرملة صاحبة أيسان بالنسترية منقبة يعني حبايا ونقاب وهاي بس يعني مجرد عيون يعني يطلع من النقاب لأن شوي عندي بالبطر خربطة يعني جائز يتصل النقاب وبس عيون يطلع من النقاب يعني ما حط القطع الثاني على عيوني نعم يعني لا نقاب كامل بس بس العيون يعني يطلع من النقاب لا يشكال عليك يا أختي لا يشكال عليك إن شاء الله لا يشكال عليك أصلاح السؤال الثاني يا شيخ يعني أنا من أروح الزوج مع ذات يعني للمقبرة وأغرق قرآن وهاي يعني يقولون هو الميت سبحان الله روحة تصعد للسنة يعني يقول سبحان الله ملينا بعد سبط جسد يعني كيف يقولون يعني من اذهب الواحد ليس شيء نيس روحه تسمع يعني هو روحه طاعدة بكثير هذا أرجو المحافظة وتدعيننا إن شاء الله بالصبر يا ربي على مطابنا وتحملنا فراجة إن شاء الله يتغمده بالرحمة الواسعة يتغمده بالرحمة الواسعة وبعد عمر طويل يجمعكم في الجنة إن شاء الله يا الله يا ربي والحمد لله ترك لي بنيتين البعض يلومني يقول يعني شونه بنيتين ترك لي شو هاي يعني المفروض بك لا أنا رح أبقى عليهم يعني ابنيتين أجر إلي إذا أربي هنا الحمد لله والشكر يعني عليهم الحمد لله البعض يلوم بي يعني شونه بقى ابنينتين بكمان عهد صار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الذي يربي البنات ويصبر على تربيتهن قاله معيها كهاتين أشار إلى أصبعيه وحركهما أصابعه حرك أصابعه يعني شوي النبي عليه الصلاة والسلام تربية البنت أكثر أجرم من تربية الولد الله إن شاء الله يثبتك وصبرتش يا أختي وجزاكم أم مصطفى من كاركوك تفضلي أختي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي الحمد لله بخير الله يحفظكم يا رب الله يثبت شيخي أنا تزواجت على كبر أنا جئت على برس والزمع يعني أقول لها يا أبا رب عطادي أريد يقول لها أنت سعين بابا نصرتك شبيرة يعني 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 تعابت ويوميا رسولت بابا وضيق ويرجغ ويعني هذا وشوية ما أهرب علي ما فهمت ولا يا أختي تطلبي من زوجتي يعني شغلات شراء أشياء أو كذا ويرفض لا أطلب منه عطادي بي عطادي بي لا حول أولا أقوات لا بالله يعني أنت عنديش مرض عنديش مرض وتريديني وديش عطابي لا حول لا ليش يقول شو طاوم بي انت شبيرة خمسة واربعين سنة أنا عمر شأن خمسة واربعين إنسانه ليس كبيرة أولا ثانيا يعني شون الكبيرة ما يروح بالعكس الكبير يحتاج للطبيب أكثر من المرء الصغير ثم أنت ليس كبيرة خمسة واربعين سنة يعطي وهو عنده بشار يلله يلطيني عشرين يعني وأدعي عنه الله حرام عليه لا حوله ولا قوات الله والله جمع اللي موقد هلا يززوج اللي موقد هلا يززوج ويورط منات العالم اللي موقد الحياة الزوجية ومصاريف الحياة الزوجية والله حرامته واحد طيب أهلك ما يتكلمون وياماتي إذا تكلمين أخواني شي بسمو يا أختي أحيانا المرأة هي الضيئة حقها بيدها أحيانا المرأة الضيئة حقها بيدها من وراء قال لا أنا خاف تحتي وقال لا أنا خاف تحتي واذا حتا شي يا أخي أنا يوم ويقر صورة البقر رساء على ربع صورة بيت أدعي وما حرام علي يعني تسمعين نجاب إن شاء الله عندي شؤال آخر لا حول ولا قوات الله بالله رحمة الله والديك رحمة الله والديك يا أهل سهلا طيب الوقت التي ذكرت بأنها أرملة صاحبة أيتام عندها يتيمتان توفي زوجها وترك لها يتيمتين منقبة هل يجوز يجوز نعم النقاب أن تذر المرأة عينيها فقط لكن عليها أن لا تهتم بمسألة العينين بعض النساء منقبة تذر عينيها فقط لكنها تهتم بمسألة الرموش والكحل ومدرئيش وبذلك تفتن أكثر حتى من غير المنقبة فمجرد ظهور العينين بلا هذه الزينة لا مشكلة فيها إن شاء الله طيب بالنسبة لقراءة القرآن في المقبرة ما حكمها يعني جائز ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أوصى بأن تقرأ فواتح البقرة وخواتيمه عند قبره وعبد الله بن عمر صحابي لذلك قال الإمام النوي رحمه الله في شرعه على صحيح مسلم ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إن في هذين القبرين إلى رجلين يعذبان أما أحدهما قال وما يعذبان بكبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس ثم أتى بجريد ورق أخضر وضعه على القبر قال هما تستغفران لهما ما لم تيبس فقال إذا كان استغفار أو تسبيح تسبيح هذا الورق الأخضر ينفع الميت فكيف بقراءة القرآن لذلك قال الإمام النوي رحمه الله يستحب قراءة القرآن على القبر وعلى الأقل هو جائز إذا لا نقول مستحب ولا نقول حرام طبعا قراءة القرآن على القبور جائزة وقد أوصى عبد الله بن عمر وأوصى بعض المهاجرين من الصحابة الذين زكاهم الله تعالى في القرآن الكريم كانوا يقرؤون القرآن على القبور فلا مشكلة في هذا إن شاء الله طيب وقالت نحن نسمع بأن الروح تصعد إلى السماء فكيف يسمع هو الروح تصعد إلى السماء لكن ترجع تحملها الملائكة إلى السماء وما تمر بسماء إلا وصلى عليها مقربها بالنسبة لأرواح المؤمنين ثم ترجع إلى القبر بل ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح عنده كتاب اسمه الروح يقول إذا بالنسبة للأرواح الناجية الأرواح الناجية إنسان نجا بعد الحساب وكذا يقول إذا زاره أهله تخرج الروح وتجلس قرب القبر يعني مو فقط تسمع أن ما ترى فهذا ممكن نعم لا ليس فيها مشكلة تصعد إلى السماء لكن تنزل بعد ذلك طيب ترك لها ابنتين كما قلت لك أختي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في من يرزق البنات ويصبر على تربيتهن ويحسن تربيتهن ولو كانت منتا واحدة أنه هكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الحديث في صحيح مسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طيب فأسأل الله تعالى أن يرحم زوجك وأن يقر عينك بابنتيك لغة التي تزوجت تقول تزوجت بكبر عمرها 45 سنة ليس كبيرة يعني ليس مجاملة لها لكن ليس كلها كبيرة مرها وسطة تزوجت وزوجها يرفض أن يذهب بها إلى الطبيب تحتاج الطبيب الطبيبة وزوجها يرفض أن يذهب بها يا بل ليش أنت كبيرة يعني والله آبها العذر وبله خلينا نحكي بهذه العبارة أنت جبتها من بيت أبوها من بيت أخوتها لهم خليها ترى أهلها يودوها على الطبيب هي بحالك بحال ثقفك بحال أكلك وشربك هي عدة ترى كلها موجودة ببيت أبوها بس هاي سنة الحياة جتل القسمة عباه الهزلمة وتزوجت الرجل إذا لم يكن أهلا لمصاري في الحياة الزوجية لا يورط بنات الناس حرام عليكم يا رجال والله أحيانا هناك كيد عند الرجال أكثر من كيد النساء وكيد الرجال في القرآن أقوى من كيد النساء لا يقوم تشاطر الله يقول إن كيدكنا عظيم هذه العبارة من الذي قالها زوج زليخة رجال كافر إنهم يكيد كنا قال له زليخة إنهم يكيد كنا إن كيد كنا عظيم لما شاف القميص مجقوق من الخلف بينما يعقوب نبي عليه السلام وكلامه حق ماذا قال ليوسف لا تقصص رياك على إخوتك فيكيد لك كيدا كيد الرجال على رسال نبي وكيد النساء على رسال رجال كافر فلا تحرم عليكم تشاطرون على النسوان اطلع نفسك حاتم الطائي لما تمشي عليهم ودق الباب عليهم ذات بين كريم وكل شي تريدين أجيب الشيء وحاضر عليه عنه على راسي تالت تزدوجها على الطبيب ما تودية حرام عليك هذه المرأة أمانة عندك أمانة عندك تعرف منو خلها أمانة عندك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال في خطبة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله أمانة من الله عندك وبشهادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فمن لم يؤدي للمرأة حقها فقد خان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمانة فديروا بالكم هي الآن وصلت إلى حد تسأل تقرأ سورة البقرة أو تدعي عليها حلال ولا حرام ومو كان ما تدعين عليها ادعي الله أني صحي قلبها أنت تدعين عليها راح تفاق من المشكلة عليك زين لكن سورة البقرة وقراءة القرآن نعم من المواضع التي يستجاب بعدها القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقرأوا القرآن واسألوا الله به فإقرأ القرآن ويسأل الله بالقرآن أن يصلح حاله فكم من إنسان كان سيئا فانصلح كان بخيلا فصار سخيا كثير بشر يعني القلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فاسأل الله سبحانه وتعالى يا مقلب القلوب اقلب قلب زوجي من البخلي إلى الكرم من الغلظة إلى الرقة من العسر إلى اليسر ادعي الله سبحانه وتعالى هكذا ما سوى ذلك مو تدعين علي بالموت وبالمرض وبالشلال وبعدم الرزق فقط إذا وجدت منه الظلم فقولي حسبي الله ونعم الوكيل وهذا أعظم الأدعية لأنك جعلت الملف من الأرض إلى السماء حولته وجعلت أمرك بيد الله والله أقدر أن يأخذ حقك منك أقدر منك أن يأخذ لك الحق فاكتفي بقول حسب الله ونعم الوكيل لكن ادعي الله تعالى لزوجك أن يرقق قلبه وأن يسخيه طيب هنا أيضا عندنا سؤال هل يجوز تفريش الأسنان عند الصيام حقيقة يجوز لكننا لا نحبذه يعني ما نحببه لأنه لا يأمن لا يأمن من دخول الماء خاصة الفرشات عندما تتحرك يكون فيها رذاذ والرذاذ قد يدخل يعني يصعب التحرز منه فيفضل تركه أثناء الصيام لكن إذا ضمن الإنسان أنه لا ينزل إلى ريقه شيء من المعجون أو من الماء لا لا يكون مفترا أخت تسأل تقول أنا مطلوبة أياما من شهر رمضان وكنت مصابة بمرض كورونا وقد دفعت الكفارة بعدها نسيت أن أقضي ومفاتت الأيام والسنين هذه السنة صار عندي ضغط وبداية سكر لكني نصمت والحمد الله إذا لم أستطع أن أقضي أيام سنة كورونا هل يبقى برقبتي دين أرجو الإجابة أولا أختي أنت لما صار عندك مرض مؤقت تقول دفعت الكفارة لا من قال لك تجيب عليك الكفارة الذي يفطر بسبب مرض مؤقت عليه القضاء ليس الكفارة ليس عليك ولا دينار فقط تقضين فبالنسبة للكفارة هذه دفعتها اعتبرت صدقة لا تعتبر كفارة كان يجب عليك القضاء فقط زين إذن تلك لا تعتبر كفارة تعتبر صدقة من الصدقات الآن أصبتي بمرض أصبتي بمرض بضغط وسكر بمرضين وكلهما قد يؤذي الصوم إذا وجدت الصيام القضاء صعبا عليك فعليك الفدية الآن فرضك الفدية الفدية تقريبا ألف ونص عن اليوم الواحد تدفعينها تلك الكفارة لم تجزئ لأنك دفعتها في وقت كنت غير مريضة كنت قادر على الصيام جات مرض مؤقت كورونا مرض مؤقت ممرض مزمن راح منك كان مفروض تصومين يا أختي عليتي حال فاتت السنوات ونسيت القضاء الآن إذا كان هذا المرض لا تستطيعين بسببه الصيام عليك الفدية ادفعي ألف وربيع عن كل يوم طيب أخت تسأل نقول أتمنى أن تخصص لنا فيديو في البرنامج أو خارجه تتكلم به عن الجنة كيف العيش في الجنة كيف حالنا في الجنة هل النساء يجب عليه الحجاب في الجنة وهل يحق المرأة تأخذ قصرا وحدها أم يجب عليه أن تكون مع عائلتها كيف نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وكيف نلقى أهل بيته وأصحابه وهل يجوز نحن النساء أن نقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه في الجنة وكيف نلقاه ونتكلم معه ونلتقي مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في الجنة يعني حقيقة هذه أسئلة طويلة تحتاج ربما إلى حلقة كاملة لكن أبشري إن شاء الله خلال برامجنا الموسمية القادمة وستأتي الآن مواسم قريبة إن شاء الله هناك موسم الحج هناك بعده يكون برنامج الهجرة ثم برنامج المولد أبشري بإذن الله نخصص حلقة أو أكثر للإجابة على كل هذه الأسئلة نعم لأن هذه الأسئلة تحتاج موضوعا طويلا موضوع يعني عيش الإنسان في الجنة والأمور الأخرى التي ذكرتها الحجاب والإنفراد بقصر مستقل ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى لنا ولكم رضاه والجنة نعم لكن هو في الجنة يقول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها أنت اذهب إلى الجنة ثم اطلبي ما تشاء من قصر وقصور لك وحدك اذهب إلى الجنة لا يوجد شيء عليك حرام تمام لا يوجد شيء حرام يعني ولا يجب عليك لا يوجد واجب يعني يجب عليك أن ترتدي الحجاب لا ليس واجبا تعيشين مع عائلتك مع زوجك مع ابنائك طبعا طبعا لكن هل يحق لكن تكون يكون لك قصر مثلا خاص بك مع خدمك من الحور طبعا أيضا يكون لك ذلك طيب هنا ختاما أخ يسأل يقول أو أخت تسأل تقول أنا طالبة في الصف الثاني والحمد لله منتزمة عندي صديقة تمشي معي لا تصلي ولا تصوم وأنا أمشي دعوت قلت أسأل الله تعالى أن يمنعني من المشي معها لكن أجبرت ومشيت معها وأنا خائف من ربي لأنا خافوا أن هذا معصية وأنا صائمة شوال طيب فقلت أصوم ثلاث أيام لأني دعوت الله ألا أمشي معه ومشيته لا لا تجيب عليك الكفار أختي أنت لم تقسم يمينا أنت دعوت الله فلم تستجب الدعوة يا رب إن شاء الله ما أمشي إياها ومشيته إياها هل هذا حنث يمين لا أنت ما قلت والله ما أمشي إياها لو حلفت يمين ومشيت عليك كفارة لكن دعوت الله تعالى ليس عليك كفارة ولا يؤثر على صيامك لشوال أنت بدلا من أن تدعي أن لا تمشي معها ادعي الله أن يصلحها وابقي يمشي معها ما الصلي ولا الصوم قل يا رب هديها للصيام والصلاة ليش تقول يا رب ابعدني عنها وعندئذ لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لك فتكوني سببا لهدايتها ثم أنت ادعيها إلى الصلاة وإلى الصيام وإذا اهتدت فلك أجر كل صلاة وصيام تصليها وتصومه نعم لك أجر بقدرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله من غير أن ينقص من أجر الفاعل شيء واتقبل الله تعالى منه منكم انتهى وقت البرنامج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار النعيم أمين صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين طبتم بخير ودمتم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته اشتركوا في القناة